هذا وأكد شكري أن المباحثات مع وزير خارجية لادفيا تناولت مستجدات القضايا الإقليمية ومن بينها قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية وتطوراته في ليبيا كما أشار شكري في تناول للقابة بحث الأزمة الأوكرانية وتداعيتها لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارات المتبادلة بين مسؤول البلدين تبحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة القضايا الفلسطينية الأوضاع في ليبيا في منطقة القرن الأفريقي موضوع سد النهضة أيضا الأوضاع في سوريا والعمل على تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب متطلع الاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالتحدي الأوروبي وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه قثير من التفاهم لسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتخاء بها في دوق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان